التجربة الجديدة ان شاء الله لربنا يوفاه فيها الكابتن حسام حسن معا منتخب مصر وكابتن احمد لقى رأي فيها هذا الامر طبعا لا اكيد طبعا مبسوط جدا اه طبعا التجربة تأخرت بلا كتير كابتن حسام يستحق على المستوى الدولي اللعيب كان من احسن لعيبة موجودة في مصر كلها عميد لعيب العالم فالفترة كانت موجود فيها احسن لعيب في افريقيا جاء بطولات معناد اهلي عن مستوى الدولي معناد الزمالك نفس الكلام فطبيعي لوه لازم ياخد الفرصة انت اديت ناس اقل من كده بشكل كبير جدا الناس يعني بنجيلا نتكلم في الكرة لا كابتن حسام في حتة تانية طبعا نتكلم كمان في السيفي بتاع كابتن حسام حتى ما اشتغل عندها او اشتغل مع منتخب الاردن من دين الناس اللي بتاريت يعني هو لسه مقصور يعني الرقم بتاعه قصر لسه اللي هي من قيمة اللي هو قبل النهاية بتاع اسيا اللي هو كان وصل طبعا هما وصل للدور تانية يعني انت فهم ازاي فبنتكلم من الرجل لا استحق رجل بيشتغل بشكل كويس تاريخه كبير بيشتغل فيه يقول لك يقول لك ودي معا انا عايف انت فنان كمان كمدرب بتبص عليها كويس اوش يقول لك اصله كابتن حسام حسن حماس وروح بس برضو يا جماعة مع الكرة مش حماس وروح بس مع فنيات كمان طبعا ما هي خلي بالك ما هو كابتن دي شخصية المدير الفني بتنطبع عليك معلش مع فيتوريا ما كان بيخوش فينا جوم كان بيضحك هي دي 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 شخصية مدير فني دي انا قصة اسألك انه انت كمان شايف كابتن حسن حسن فنيا طبعا لا دي انا جاي لك وقف حتة الفنية تانية ما اللي جاني نتكلم شخصية الروح والحماس والدوافع اللي بيخلع عند اللعيبة دي موجودة واكتر فترة يعني مصر كلها كان كل النجاحات الموجودة في مصر مع المداربين وطنيين تتكلم مع الكابتن جهري او الكابتن حسن شحات فبنتكلم احنا يعني او الطريقة او البلان بتاعنا مع المدارب المصري مميز لو جاني نتكلم مع الكابتن حسن عندهم الخبرات اللي بتقدر تشغل حتى في الدور المصري عارف لعيبة الدور المصري كله وعنده حاجة ميزة كبيرة جدا اللي هو عنده قلبه يعني هو قوي انتفهم ازاي اللي هو قلبه ما بيخافش بيلاعب لعيبة صغيرة وموجود في الاندية بتكلمسك المصري طلع من جيل صغير بيلاعب لك محمد إبراهيم وانه طلع لك ناس كتير جدا كله النادي بيمسك فيه بيلاعب لك الناس صغيرة معندوش مشكلة انتفهم ازاي فده اللي احنا محتاجين من فترة الجاي اللي هو يبني منتخب قوي بذات انت خلي بالك عمرك سنية عدت وانا كنت من فترة بقول لجماعة منتخب مصري بتاعنا العمارة السنية بتاعتنا كبيرة ايبا انت بتتكلم على اديك مثل صغير كاللي بيقول لك اللي احنا كان عندنا مشكلة الناس اللي كانت مبازة في منتخب مصري في البطولة كانت مين امام عشور بتتكلم على مصطفى محمد محمد عبد المنام بتتكلم على مرارة عطيه لما لهاب صح اللي عمرت السنية دول كام صغيرين جدا 30 كلهم بس اللي بقا قاعد يقول لك العوامر الرطوبة وكل حاجة ام احنا طول عمرنا بنلعب في افريقيا ام احنا كلهم بنلعب في كوتيفار وفي ناجيريا وفي كل حتة بنلعب فيه افريقيا افريقيا ما تغيرتش انت فهمها زي بس احنا بتكلمك على المعدل اللي هو السن الصغير اللي قدر يشتغلك والسن كبير اللي هو خلاص الموضوع عنده بقى مختلف او العطاء بتاعه بقى أقل من كده فانت الفترة اللي جاية محتاج حد يبني فالكابتن حسيما ان شايف هو راجل راجل المرحلة للفترة دي اللي هو بقدر يشتغل بشكل كويس لازم يكون عندك مدار يوقف على الخط قوي بقدر يبقى لك وانت بنيتكلم على القوة بنيتكلم مثلا على وريد الرجاج بيعمل ايه على الخط على المغرب بيخلي اللعيبة بنيتكلم برغط كرة بيكلم طالعا بقى نار بيكلم ازاي فقط اللبس يعني كان فيه فيديو طب انا اقول لك على حاج هيرفين هو الفرنسية وانا هو من الناس اللي كنت بتكلم عليه كويس انا بحبه جدا بس بكلمك شفت حتى بعد كاس العالم ما جاب لك الفيديو طاعه بيكلم اللعيبة السعودين طبعا هو كده هي الدوافع لازم تخلق الدوافع عند اللعيب اصلي في انت عندك كمية لعيبة عندها حالة تشابه يعني ناس اللعبت افريقيا ناس اللعبت كاس العالم ناس اللعبت كل حاجة اللعبتها ناس اسمها كبيرة فطبيعي انت بخلقتوش دوافع عندك مشكلة بس اتكت بتكلمين على معدل الاعمار ان المعدل الاعمار كبير لما تيجي تبص تحت على منتخبات المنتخب الليمبي منتخب الشباب منتخب الناشئين كمع ناصر من المنتخبات دي تدعو تود دلوقتي جاهزين مع منتخب مصر الاول كتير والله جاهزين وانين يا اربع اسمائي لو نتكلم مثلا بتكلم على الرجل ابراهيم عادل ادي واحد منتكلم مثلا على التاني مين تاني افكرك وسمى فيصل وسمى فيصل راس حربك امشتغل لخلبي لك ومحمود صبر تعبير افارس انا كتش بيلعب اساسي مع فرقيته محمود صبر انا كتش بيلعب اساسي مع فرقيته طلقه جدا مع المنتخب الاولمبي احمد قبيل كوكا هو خدر خدر المنتخب بس اصيب للاساسي ازا ما انت بطول اسمائي دي بس انت بتكلم مثلا محمود صبر بيلعب في برمز يلعب على برمز ازاي على عبدالله صعي له على رمضان على الناس دي كلها ازاي انا بقى كمدر منتخب اعمل ايه اللازم هو اللعب اللي بتري يتحرك وهو بتري يخش على اعراض عشان يبتري يلعب ام انت خلي بالك لازم يكون حد مؤمن بالفكرة بتاعتك ومؤمن بمواهبة بتاعتك صح فاحنا اللي بنتكلم فيه انت بس متكلم هو اساسي فين عشان المكان مثلا متكلم على برمز برمز عند اقوة قط لا لا انا عفقر مش بقول انه مش اساسي ان انا بقلل منه بالعكس لا احنا والعيب ممايز بس انا 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 كمدرر منتخب لاتي بس هتشوفه ازاي هتشوفه ازاي بس كده باختار قائمة المنتخب وانا عجبني محمود صعب ان هو لعيب كويس بس ما بيلعبش تبع اعمل ايه دم هو ده اللي لو كلمك فيه هو لازم اللعيب حتى يكون زاك يبتري يتحرك عشان بس انا بنتكلم فيه ناس ممايز تحت